بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد مع عرض ومرض عرض النهاردة هو تغير لون البول كتير من الناس ينزعجوا لون البول في الطبيعي يكون اللون الأصفر الفاتح يعني نقول كده اللون البيج الخفيف مع اللون البرتقالي الداكن كل واحد فيهم حسب الوقت في السنة وحسب كمية الميا اللي بنشربها لكن لو واحد يتفاجئ ان لون البول عنده بقى يتغير هيعمل ايه أولا لابد نشوف السبب سبب تغير لون البول أول شيء وخصوصا أما بيكلمني حد في الهاتف يقول لي يا دكتور أمير أنا لون البول عندي أحمر ايه المشكلة ممكن يكون ايه قوله انت كالتي امبارا شربت عصير ايه قولك انا شرب عصير بانجر شرب عصير توت الله طبعا وده بيلون يا سيدنا واكل بانجر كتير ده أنا واكل ايه صلطة بانجر وعصير ما عشان عندي أنيميا وطلع البول أحمر قوله طبعا واخداء اعتبر بنقول عليه تلون غزائي ايه التلون الغزائي ده اه ده بيحصل كده هو الجسم طبعا بيحاول انه ينزل البول بشكله الطبيعي ولكن مع كمية لون شديدة انت بتاكلها ديه بتنزل تتصرب الى الكيلية من الكيلية الى المسانة والمسانة تخرج ليه نفسولة بول أحمر ممكن يبقى البول ونازل أحمر في معاه ألم يعني ايه ده ده اللي احمرار ده دم ده اللي ايه دكتور آدم واحيانا نجد في الملابس الداخلية نقطتين دم موجودين مع البول هنا لابد ان احنا نشوف ايه المشكلة لو فيه ألم تبقى علامة علوات العدوى يعني فيه التهابات في المسالك البولية التهاب في المسانة فيه ميكروب طب لو نازل البول أحمر بس ما فيهوش ألم ده يخوف يعني واحد كده ببول ولا كان ببول دم طب كتير كانوا من المرضى الاخواننا الريف اللي ساكنين في الريف سواء من الوجه القبلي او البحري كان عندهم موضوع ده زمان نتيجة البل هارسي فيقول لك اه انا عندي البل هارسيا فبتبول بول مع دم طب ده طبيعي انه بيعمل كده انه عنده مرض وعارفه طب لو واحد بيتبول بول كله دم بس ما فيهش ألم هنا نخاف لا يكون فيه عندنا مشكلة بأورام سرطانية على عزه بالله هي اللي مسببة ده وده محتاجة نقول لفحص جيد اللي نزيف بلا قلم مشاكل سرطانية لابد نوضعها فعته برضه طيب لو واحد عنده البول لونه أصفر برتقالي وبدأ يحصل شحوب في الجسم يعني اللون الجسم بقى شاحي بقى أصفر شاحي يعني الاحمران اللي في الواجه هو كده اختفى وبدأ يبقى يبقى مصفر وبدأ البراز لونه برضه يبقى أصفر شديد وممكن العينين تصفر سنة ده يبقى عنده مشكلة في الكبد أو الصفرة الصفرة اللي هي ايه العصارة الصفروية اللي بتخرج من احنا المرارة طيب ممكن الرجل ده يبقى عنده مشكلة ونلحقها بسرعة يبقى لون البول هو اللي بيقدر يحدد لنا طبعا لون البراز لا صفر بيكون بس كتير من الناس اللي يعني بتقعد في الحمام ما بتشوفش لون البراز قوي نعني بيشد الفلاش ونزل بالمية لكن البول كتير من الناس يبص للون يلاقي لونه مش طبيعي اللون البرتقاني ده يجري عايز للدكتور انا عندي ايه لو لقينا فيه الشحوب ده يبقى ده كبد ولازم نلجأ لدكتور أمراض الكبد طيب كتير من الناس بي عندهم التهاب بروستات التهاب بروستات يغير في اللون طبعا يغير في اللون انه لو نزل معا بعض النزيف يخلي اللون أحمر او يكون لون وردي لان الدم اللي نازل بيكون بيسبب هذا بعض المضادات الحيوية بتغير لون البول وهنا لقي برضو نقول عتاب لبعض الأطباء ان دي الأدوية بتتاخذ علشان التهابات المجاري البولية او المسالك البولية فالدكتور بعارف ان اللون هيتغير وما ينسى يقول للمريض ونلاقي المريض خد قرص اتنين تلاتة على المضاد الحيوي ده ولون البول اتغير لو الدكتور وهو بيكتبهوله يقول له اعرف يا حج ان الدواء اللي بتاخده هيلون البول علشان ما تخافش فالمريض يبقى خلاص المعلومة دي وصلته ويقوله قدام اهل المريض بحيث ان ما يدخل الحمام علشان يعمل بول يلاقيه اه يقول اه ده من المضاد الحيوي الحمد لله مش منها ده معندش مشكلة كبيرة ان احيانا لوحد يتخطى على نفسه ما يلاقي كميد البول اللي نازله لونها اه اصفر شكله قاني مسفرة دهبي مرتقاني بقاعد خايف هو انا ايه اللي عندي ويبدأ يتوهم لكن الدكتور لابد ان يقول في بعض الاحيان بينزل البول يكون لونه اخضر اوازرق ما سامع فيكو ناس بتقول ايه ده اخضر وازرق احنا سمعنا البول الاصفر والبول الاحمر ده ممكن شوه الدم او شوه السبغيات بنقول لا في بعض الاحيان البول ينزل مخدر وينزل مزرق طب ده نتيجة ايه نتيجة الفحوص بالصبغات يعني فيه واحد اجرى اشاعة بالصبغة فالصبغة اللي اتحقنت له كان فيها اللون الاغضر او اللون الازرق فالجسم المائي يتخلص من الصبغات بياخد وقت على ما يتخلص من الكمية السبغة اللي فيه فوفيه تخلصه يبقى فيه بقى لونين لون احمر لون ازرق لون اخضر حسب اللون السبغة اللي كان بياخد وبرضه دكتور الاشاعة اللي بيعمل الاشاعة وبيدي سبغة لابد ان يقول للمريض يقول له يا استاذ فلاد خد بالك السبغة اللي احنا عملناها دي هتترجم في لون البول اللي خارج ان ربنا جعل جهاز الفلتر اللي هو الكلة هيطلع لنا السبغة اللي احنا حقرناك بياه بس دي لون هيكون عندك مخدر فما تخافش او لونها محمر فما تخافش فبكده يبقى بندله دعم دعم نفسي تخافش ان شاء الله تباك ويس بعض المضادات الحيوية بيكون هذا اللون بيسيطر عليها وده بيعمل مشكلة جديدة جدا وبنقول بعض الحالات الطبية المرضية بتغير لون البول وبنقول دور الطبيب هنا اولا طمأنة المريض قبل تغيير اللون وطمأنته أثناء وبعد ما يخف يفهمه يحافظ ازاي يعني عشان نعالج موضوع تغير لون البول لازم نعالج السبب لو السبب غذائي يعني بيأكل بانجر كتير وتوت وتوت ايبقى ده انت كده ده سبب الاكل فما تخافش اللي عنده نتيجة بكتيريا هنعالج البكتيريا عنده نتيجة فيروسات هياخد علاج الفيروسات اللي عنده نتيجة سبغة كان بيأخدها في جسمه ويبقى فاهمناه يبقى اهم شيء للمريض هو تثقيف المريض وتعريفه انه يحصل تغيب في بولك ويمكن ياخد له خمس ستة ايام علشان نتخلص من باقي الصبغة اللي انت تحقنتها ولونها كان اقدر لون بولك مش معناه انه طلع اقدر تبقى انت مريض لأ ده ده كانت صبغة تحقنتها وهتتخلص منها باذن الله تعالى يا ريت ما نتخضش وننزعجش ويمكن حلقتنا النهاردة هي تثقيفها بالدرجة الاولى عشان اطمئن الناس وفي نفس الوقت بقولك لو ما فيش الاسباب دي كلها والبول لقيته غامق اعرف انك ما تشربش مية كفاية وده بيكون مع الجفاف لو انت كبير في السن اخاف لا يتأثر درجة وعيك تبقى مش مركز قاعد تاير وفي نفس الوقت لو انت صغير في السن اخاف يبقى معاك شوية ألم في البول مع اللون اللحمر يبقى فيه نزيف وتبدأ تفقد من الدم بتاع الجسم بعد فترة لو ما تعاليتش هيبقى عندك اناميا نتيجة نقص الحديد في الدم وده لابد من علاجه عشان دي بتؤدي الامراض كتير مزمنة في ختام حلقتنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وان يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منهم وبطن وفي الختاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء مع عرض ومرض